اشتركوا في القناة ان العام الجاي 2014 يكون احسن من هذا العام ومن العوامل اللي قبله معركتنا واضحة وباينة للعباد اللي دفن هذه الكلمة الحقيقة حبيت نعملها كاخر كلمة في هذا العام مش ندخلوا عام جديد ونكملوا المصارى متاعنا من اجل التغلب على كل فكر وحادي كل فكر يريد ان يفرغ نفسه بالقوة على الافراد وعلى المجتمعات تعرفوا اللي انسان يخرج من دين ولا يخرج من الاسلام فهو في الحقيقة يخرج من الاستعباد يصبح انسان حرف ثم تعرفوا كما يقول المعري العالم نصفا من له عقل وليس له دين ومن له دين وليس له عقل كل انسان ينتمي الى دين فهو انسان مستعبد فكريا لانكم تعرفوا اللي الدين يدعي القداسة ويدعي انه يملك الحقيقة اذا يجب ان تتبع كل ما جاء به ولا يحق لك ولا يجوز لك ان تفكر الا في الاطار اللي هو حدده لك ونعرفوا ان الاسلام اكثر الاديان استعباد للفكر وللجسد وللحياة الشخصية والحياة الفردية ياسر من عبيد يقولوا لي معنتها علش انت تهاجم كان في الاسلام قلت لهم ونعاود ونقول لهم لاني انا من اصل مسلم شي طبيعي لاني مولود على الاسلام كما الانسان اللي من اصل مسيحي عندما يتحرم على المسيحية يصبح ينقذ المسيحية او انسان من اصل او مولد يهودي عندما يخرج عن اليهودية ينقذ اليهودية وهذه مسألة طبيعية انا فكري واضح لا اؤمن بالاستعباد الفكري مهما كان يمكن ان اتفق مع هذه الفكرة او تلك الفكرة من هذه الاديولوجية او تلك الاديولوجية ولكن لا ااخذ اديولوجية كاملة واجعلها هي المبدأ انتاعي الوحيد والاخير سوى كانت دينية او غير دينية ساعة لازمنا نعرفوا اللي الاديان بصفة عامة لا تقبل النقد الا في الاطار المحدود اللي هي حددها والاسلام هو اكثر الديانات لانه اخر بين قوسين الديانات اللي يمنع يحدد طريقة التفكير وطريقة التعامل عند الانسان في الحقيقة هذه الفيديو مجرد دردشة حبيت معانت هنبين فيها خطب بعد اللي يوفى العام هذا باش نواصله في الحديث عن الفيديوات على تاريخ محمد وفي نفس الوقت فما بعض الاخوة معانت تقترحوا علي اني نعم الفيديوات ما تحكيش على الاسلام وانما تحكي على ما يسمى بالفكر التحرري اللي بدا يظهر بطريقة واضحة في العالم الاسلامي في مصر في تونس في المغرب في الجزائر في ليبيا وغيرها حتى في السعودية حتى في العراق حتى في سوريا نعرفوا لي احنا توفهم هناك مد لا ديني قوي قاعد ينتشر بطريقة غريبة حتى ان كثير من العلماء الدين يعني التقليديين للاسلام السني او الشيعي بداوا يتنبهوا لهذا الشيء وبداوا يدقون معنا ناقص الخطر وحتى ان بعض العلماء معانتها اتخلى على الاسلوب التقليدي وبدأ يطرح في افكار جديدة للعالم العربي الاسلامي بش ما يتمش القضاء على الدين كلين ولكن هذه الثورة يعني ضد الاسلام وضد الاديان في العالم العربي الاسلامي ولكن هذه الثورة ضد الاديان في العالم الاسلامي اصبحت مثلة واضحة حتى حد من نجم وقفها فهي تدعو الى افكار انسانية تحررية الى افكار تقدمية الى افكار مستقبلية وتعطي امل لعالمنا بش يخرج من الازمة اللي هو فيها انتو ما تعرفوا ان العالم الاسلامي عايش في ازمة كبيرة منذ نجم وقلو مئات سنين خاصة بعد سقوط الخلافة هو عايش في ازمة كبيرة بين العودة الى الماضي او تقليد الغرب حتى تروحوا من بين حلين ومعمروا مفكرة اللي بم حل ثالث هو انك لا تقلد الغرب ولا ترجع للماضي وانما تأتي بالجديد اللي يناسب عصرك ومستوى وعيك وتفكيرك والمطالب اللي احنا محتاجينها احنا كشعوب احنا كمواطنين احنا كأفراد احنا كأشخاص فانت عنا مطالب واضحة نحبوا نشاركوا الانسانية في تطورها نحبوا نشاركوا الانسانية في تفكيرها في انسانيتها ما عادش نحبوا نكونوا معزولين علاش؟ يا اما نرجعوا للإسلام وناخذوا الإسلام بحذافيره ونطبقوا ونعادي العالم اجمع وإلا نذوب فما يسمم عندها بالتمدن الغربي وما عادش تطولي عنا لا شخصية ولا حد شيء لا احنا قادرين شبينا ناقسين يد ناقسين ساق من الجموش نستفيده من الغرب ونستفيده من تاريخنا ومن ماضينا ونبني فكر جديد نشبه وقدرين وكل واحد لازم يقول فكره انا هنا مثلا اكد عليها نحن عملنا الاجتماع اللي وقع في باريس والحقيقة كان جدا ناجح ومعنطها فرحانة ومعنطها تم وكان فهم نقاش يزيو يا جماعة يزيو من القاء تهم كل واحد يتهم لآخر كل واحد خايف من الآخر كل واحد مرعوب من الآخر راهوا احنا قادمين على ثورة كبيرة في العالم الاسلامي اذا لازم نوحد وكل الجهود متاعنا نخليه الخلافات متاعنا جانبية عنا عدو يقطع الرؤوس عنا عدو يكتم الانفاس عنا عدو يقتل العزيمة عنا عدو يدفن المبدع تحت الارض اللي هو الفكر الاسلامي اذا نخليه احنا خلافاتنا الشخصية وندعو للحرية ونحاولوا بش نكونوا معناتها نتمدنين ونتعاونوا مع بعضنا بش نتغلبوا على العدو الاساسي هذا الدين القاتل هذا الدين المجرم نظن يازمنا نفكروا فيها هذه المسألة خليوا خلافاتنا خليها على شارع خلينا نقوموا بالثورة هذه خمتوروا على هذا الاسلام على هذا الدين على هذه الاديان خنقوموا بثورة جنسية في العالم انتاعنا ثورة فكرية ثورة بيقتم معنى الكلمة مش كما الثورات اللي وقعت حكاية فارغة ضحك على الضقود قالك ثورة ثم ثورة هي توخر كل ثورة نعرفوها احنا اتقدم القدام إلا احنا الثورة بتاعنا توخرنا لتالي فكروا غير قليلا وحاولوا حتى لا تنجموه وتكبسوا على رواحكم قليلا وتنحيوا الفكر المتعصد حتى مثلا نقولوا احنا تونس 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 تونسية فانتا ماناش عرب ما نحاولون زد نسابه العرب برا فاما اخواتنا زد عرب ملحدين ولدينيين موجودين في الشرق الاوسط وموجودين في السعودية معانتها في السعودية عنا عبدالله القصيمي اللي هو عربي ولكن متنور اذا ما لازمش يكون احنا مطالبتنا بهويتنا على حساب معانتها جنس اخر صحيح احنا توانسة هذه اللي نقاشة فيها والزيرية الزيرية والمغاربة مغاربة والليبيا ليبيا والمصريين المصريين خلينا نحاولوا نخدموا على ايطار القطر على ايطار الوطن او ايطار متاعنا يا سيدي انت اصلك عربي؟ يا سيدي شمنا في اصلك تونسي او لا تو؟ تونسي اوكي انت اصلك المزيغي مرحبا بك انت اصلك افريقي مرحبا بك انت اصلك مغولي مرحبا بك انت اصلك روماني مرحبا بك رأي الهوية اللي يجمحها هو العرض هي القطعة الارضية هذه اذا خلنبدأ من هذا المنطلق احنا توانسة نقول احنا توانسة هناك العربي و هناكуль امازيغي و هناك كل شيء كلنا كلنا توازن كما فينا المسلم وفينا اليهودي وفينا المسيحي وفينا الملحد وفينا كل شيء العباد اللي بشي يأخذوا الجبهة هذه ما يسمى جبهة حق الاختلاف نحن معه ونخدم معه واللادينيين وتنقولوا لادينيين معنى حتى عداوضة الدين الإنسان يؤمن بالدين يؤمن باللي تحب عليها أنت لكن هل أنت مع حق الاختلاف أم لا؟ هل أنت تقبل تقبل تعددية الفكرية التعددية الجنسية كل شيء من جميع النواح كل أنواع التعددية هل أنت تقبل التعددية؟ مدام تقبل التعددية فأنت في الجبهة اللي هي ضد الأحدية اللي يؤمنه كان بالشيء الواحد الجنس الواحد الدين الواحد الفكر الواحد العرق الواحد أن يكون أمازيغي أمازيغي يقول لك نحن كلنا مئة في المئة أصنع أمازيغ ولم يقشفها ماذا نقول لكم بينهم؟ يقول لك أنا كلنا عرب مئة في المئة لن يقشفها وكنا مسلمين مئة في المئة لن يقشفها لازمنا نعرف ونفهم هذه المسلة نفهمها مليح ونعرف اللي لازمنا نكونوا أكثر تفتحيزين من المنع نتكلموا نناقشوا فما حتى مانع نناقشوا كل شيء تناقش فمش حاجة متناقش كل فكرة تتناقش المقدس هو أنت وانا هو جسدي وجسدك هو المقدس الأفكار ليس مقدسة الأفكار تتطور وتتغير مع الزمان إذن نتمنى مع أنت هذه مع أنت الفيديو ومش عملتها مع أنتها غير كالتجربة أما نحاول مع أنت مركزتش على موضوع معين أما في العام الجديد مع الفيديو ويد متع التاريخ الإسلامي وتعريف الدين ربكم اللي تعرفوها السلسلة وهي رأي ما يسبب دين ربكم ما يسبب موجودة في الإسلام وعادي إنها ربكم هو ربكم فهمت يعني هنا نقصد مع أنت العبيد اللي يرفبوا اللي يؤمنوا بالدين المسكر أنت الإسلام كما قلت لكم لازموا يتخلى على أفكار واضحة كما الاستعباد كما التعامل مع المرأة وتعرفوا إلي الإسلام كان يتنازل على هذه الأفكار الأساسية ما عادش يصبح إسلام ينتهي الإسلام يعني ما نسميه أنا الإسلام الأورتوديكسي الإسلام الأورتوديكسي لا مجال للتطور ولكن على الأقل كما خرجت مباهب إسلامية مقبولة تخرج مذاهب أخرى مذاهب أخرى تكونت نجم تتعايش مع الشعوب الأخرى إذن هذه الفيديو ما ركزش فيها على موضوع معين وإنما تكلمت بصفة عامة وبطريقة تلقائية حبيتنا نقول معنا الهدف من هذا الفيديو يا جملة نتوحد ونتعامل مع بعضنا كل واحد بالي أكثر إني نجم يظهر روح النجم إني مينجمش مينجمش كل واحد طريقته كل واحد بأسلوبه كتابته كل شيء يعني العدو متاعنا واضح العدو متاعنا راه يقطع الرؤوس العدو متاعنا يرفض الحرية عدو للحرية العدو متاعنا يؤمن إلا بنفسه رأينا أحنى شمال إفريقيا ولا غيرنا عن تم العالم الإسلامي كل ما تسمع بين قوسين عالم إسلامي رأينا نجمه نجيبه حضارتنا ونجمه نجده رواحنا نتكلم مثلا على تونس تونس علش؟ علش منحلوش تونس؟ علش فيما عنا طاقات عنا مفكرين؟ علش منسمحوش للحرية؟ بش تظهر حاجة جديدة؟ تظهر حاجة جديدة نحلو بلادنا لكل شيء نشارك البشرية هذه في التطور متاحا والتقدم متاحا علش عنا ديما نضحوك أضحوك قدام العالم أجمع نعرف هي العقلية اللي ما تتبدل ولكن الرأي العقلية هذه ليست تبدل كأنى أنا نتكلم ونتي تتكلم واذاكا يتكلم واذاكا يتكلم واذاكا يتكلم والكل يتكلم واللي عنده كلمة يقولها ولا للمنع ولا للمنع وللحرية الفكرية المطلقة راه الإسلام الأورتودوكسي أو الإسلام هذا الظلامي لا يستطيع أن يعيش إلا في الظلام وفي منع الحريات وفي منع الخروج منها إذن أحنا ركزوا على المسألة هذه حقنا في التبرأ من هذا الفكر وحقنا في التحرر منه وحقنا في اختيار معتقدنا أو أفكارنا وحقنا باش نعيشوا أحرار ويكون عندنا فكر وتكون عندنا شخصية وأنا واثق واثق أن في خلال ما نقولش مئة سنة عشرة عشرين سنة كان كل واحد منا كانت عنده الشجاعة والجرأة والقابلية باش أحنا نتغيره يولي العالم أجمع يحترمنا ووليه نجم ونقوله على رواحنا بشر مش كيمة توا عبيد لإله الإسلام وشكرا وكل عام تمحيين بخير ونتمنى من كل العالم الإسلامي كل من هو خرج عن الإسلام أن يبدأ في العمل بداية من العام الجديد 2014 بأي وسيلة بأي طريقة حدق بارتاجة حتى أنه يتقاسم الفيديوهات كل شيء يعمل إلي فيه وصعب باش نخرجه ببلداننا من هذه الدكتاتورية الثينية ومن هذا الفكر المدمر وكل عام تمحيين ونشوفكم في العام الجديد 2014 اشتركوا في القناة